عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة موقف ترحي عددين من الأصول العقرية بالعاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة للقطاع الخاصة وعشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى توافق على ضرورة وجود مقيم عقري دولية يتولى تقييم هذه الأصول المطروحة على شركات القطاع الخاصة وتتضمن الأصول العقرية المطروحة بعض الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الأعمال المركزية بالإضافة إلى عددين من الأبراج في مدينة العالمين الجديدة كما استعرض الاجتماع رؤية تطوير منطقة مربع الوزراء والقاهرة الخدوية والاستغلال الأمثل لها